طبعاً اليوم نحن نشهد عملية عسكرية كتير مهمة من خلالها بدنا تنتقل هذه المنطقة من أياد الإرهابيين إلى أياد أصحابها الحقيقيين وهم سكان هذه المنطقة الحقيقيين السوريين الوطنيين الـ PKK والـ PD هو مشروع لاوطني هو مشروع عبر للحدود وبالتالي اليوم هذه المعركة سوف تنقلنا نحن بمساعدة الجيش التركي نحن الجيش الوطني السوري أن نكون في أراضينا اليوم نحن شوي شوي العملية عم تتقدم وأهالينا عم نلتقي مع أهالينا اليوم نحن هنا مشان نوقف إلى جانب جيشنا الوطني لحتى نقول له أنه أنت في ساحة المعارك عم تقدم الشهداء ونحن اليوم كسياسيين وراءكم وهذه العملية يجب أن تتكلل بالنصر قدرنا أنه نعيش مع بعض كل المكونات السورية من عرب وتركمان وأكراد وكلدان وآسوريين وكل المكونات بشكل مطلق نحن عشنا مع بعض منذ مئات السنين بأفضل شكل وأكيد أكيد المستقبل القادم رح يكون أفضل بعد ما إن شاء الله رح نتخلص من استبداد الأسد ومن كل هذه المنظمات الإرهابية ترجمة نانسي قنقر